مساء الخير لجميع تحياتي لكم جميعا وأنا محمد تم وحييكم من قناتي على اليوتيوب وإن شاء الله يكونوا بخير وبصحة جيدة بعد الفيديو يا جماعة رح نحكي فيه عن بولندا فيديو كتير مهم لكل اللاجئين والمهاجرين اللي حابين يروحوا إلى بيلاروسيا ومن بعدها بولندا أو اللي على حدود البيلاروسية البولندية بعد قرارات صادرة بعد اجتماع البرلمان البولندي يا جماعة كان فيه قرارات صادرة من هذول القرارات كان فيه قرارين أمرين مهمين كتير فإذا أنت مهتم بهذا الموضوع الفيديو مناسب لألك قابل منذب الفيديو يا جماعة بدون منك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتحط لايك للفيديو ونبدأ الفيديو ما بعد إذا بعد اجتماع البرلمان البولندي بخصوص الحدود البيلاروسية والبولندية وحالة الطوارئ وهي إلى آخره الشغلات اللي صايرة واللي صارت اجتماع جديد قابل يومين يا جماعة البرلمان مثل ما قلنا فيه قرارين مهمين كتير أول واحد يقول يا جماعة طرد وترحيل المهاجرين العابرين عبر أراضيها والقادمين من بلا روسيا من دون ترخيص ومنعهم من الدخول إلى بولندا لمدة من الممكن أن تصل إلى ثلاثة أعوام إذن يا جماعة ترحيل وترد كل شخص يوصل إلى بولندا بطريقة غير شرعية غير قانونية وراح يكون منع لمدة ثلاثة سنوات لهذا الشخص من دخول بولندا ترحيل وترد أما بالنسبة للقرار الثاني يا جماعة رفض طلب اللجوء الذي يقدمه المهاجر الغير شرعي إضافة إلى إنشاء جدار على الحدود البيانة الروسية البولندية لمنع تواغل المهاجرين غير شرعيين في أراضي البلاد إذن يا جماعة رفض جميع طلبات اللجوء بدون استثناء حسب البرلمان البولندي والقرارات الصادرة رفض جميع طلبات اللجوء المقدمة في بولندا وبناء جدار هذا أمر كثير مهم يا جماعة الجدار رفض طلبات اللجوء وبناء جدار على الحدود البيانة الروسية البولندية ليكون هناك منع للمهاجرين التواغل في الأراضي البولندية لمنع المهاجرين من دخول الداخل البولندي ليس على الحدود فقط الداخل البولندي إذا هؤلاء القرارات الكثير مهمين يا جماعة بغض النظر عن القرارات القديمة وحالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة البولندية هذه القرارات عمرها يوم من مبارحة بالإضافة إلى هناك معلومات أريد أن نناقشها معكم لعلها تكون مفيدة للجميع ضمن الإجراءات الجديدة نشت السلطات البولندية ألاف الجنود على طول حدودها مع بلاروسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية وأنشأت 183 نقطة عسكرية لمنع دخول المهاجرين وأعلن الرئيس البولندي أنجي دودا حالة الطوارئ هناك على الحدود البلاروسية البولندية إذن يعني حالة التأهب يا جماعة كأنهم هنندخلين إلى حرب يعني إذا بيدخلوا الحرب ما هالعد والعتاد وهالجنود يعني حالة طوارئ أكبر من الحرب يعني أما نكمل المقال مع بعض يا جماعة سجل حرص الحدود البولندي أكثر من 3000 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني من بلاروسيا منذ بداية شهر آب الماضي حيث لم يكن هناك سوى 120 محاولة في عام 2020 يعني من بداية شهر الآب في هناك عنا 3000 محاولة لعبور الحدود بالمقارنة مع 2020 عام كامل بس 120 محاولة وعصرة الشرطة البولندية الأربعاء الماضية على جسد شاب سوري في المنطقة الحدودية على بلاروسيا البولندية صحيح يا جماعة كان في عنا حالة وفاء لشاب سوري على الحدود البلاروسية البولندية الله يرحمه ويسكنه فسيحة جناته وهناك الحصيلة المجموعة لعدد وفيات اللاجئين والمهاجرين على الحدود البلاروسية البولندية منذ بدء أسمة الهجرة شرق الاتحاد الأوروبي عنا خمس أشخاص يا جماعة بالإضافة إلى الشخص الشاب السوري عنا خمس أشخاص توفي على الحدود في شرق أوروبا خلال محاولتهم دخول الاتحاد الأوروبي الله يرحمهم جميعا أما بخصوص ألمانيا يا جماعة في عنا أحصائيات كمان من ألمانيا قبل أيام أعلنت السلطات الألمانية أن أكثر من 4300 شخص دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة عبر الطريق الجديد من بلاروسيا ومن ثم بولندا منذ بداية شهر أب بالإضافة إلى ذلك يا جماعة قبل أن نتقل على النقطة الثانية حلونا نشرح شوي هذه النقطة 4300 شخص يا جماعة منذ بداية شهر أب يعني خلال شهرين وشوي دخل 4300 شخص لاجئ من بولندا عبر بلاروسيا يعني بالأول بيروحوا إلى بلاروسيا وبعدين بيروحوا إلى بولندا بغادر نظر عن طريق إذا كان صعب أو سهل أو هذول الشغلات إلى آخره ومن ثم بيدخلوا إلى ألمانيا وأعلن رئيس مكتب الهجرة في إجن هونستاند في ولاية برادنبورغ أن يصل أكثر من 3000 لاجئ إلى الولاية في هذا الشهر إذن بخلال الشهر العاشر بخلال هذا الشهر اللي نحن فيه يعني تقريبا في عنا 12 أو 13 يوم إلى نهاية الشهر هناك توقعات في ألمانيا بأن يصل أكثر من 3000 شخص يعني هذا مؤشر أنه العالم عم تمر يا جماعة يعني بغض النظر عن الطريق بغض النظر عن الأحوال وأسباب صعب سهل هيك العالم عم تمر إذن إذا ما حبيت نناقش هذا الفيديو ما بعد وهي القرارات الجديدة من البرلمان البولندي بحب قولنا كل شخص أنه يدرس الموضوع بشكل منيح بشكل جيد خلال ما يتخذ أي خطوة وإن شاء الله لكل خطواتكم وكل أفكاركم ومشاريعكم تكون إيجابية وما تخسروا أي شيء وما تتعرضوا لأي تعب وويك على الطريق لأنه تعرفوا أنه الطريق ما نسهل بس الواحد يعمل اللي عليه كثير من العالم يا جماعة تواصلوا معي عبر الإستجرام وعبر الماسنجر بخصوص الفيديو السابق يا جماعة مثل ما قلت أنا ما فيني أذكر أسماء الشركات وما فيني أعمل دعاية أو ترويج لأي شركة من الشركات وما فيني أحكي وأقول أنه هاي الشركة منيحة ولا مو منيحة يعني هذا مخالف لكل السياسات اليوتيوب وهيك إذا بحكي هاي الشركة مو منيحة وهي منيحة هاي منيحة تمام بس بكون عم ساويلها دعاية وترويج يعني بس هاي الشركة مو منيحة فهاي مخالفة للسياسات اليوتيوب وفيها الشركة ترفع عليه دعوة أو تساوي شيء ما من هذا القبيل أنه هذا الشخص طلع وحكى هيك هيك ما في بيدينه أوراق أو مستندات رسمية يا جماعة الأشخاص الي تواصلوا معي باعتقد أنه كان في استفادة للكم من المعلومات الي عندي عطيتها على الخاص يا جماعة كل الأشخاص الي تواصلوا معي عطيتهم سواء كانوا عبر الإنستغرام أو عبر الماسنجر بقدر المستطاع حاولت أساعد الجميع وبهيك يا جماعة وصلنا لنادات الفيديو بتمنى الفيديو يكون مفيد للجميع انتظروا الفيديوهات القادمة يا جماعة الفترة المقبلة راح يكون في فيديوهات مفيدة للجميع أنا متأكد من هذا الحكي ولا تنسوا تشتركوا في القناة يا جماعة وتفعلوا زر الجرس لأنه دائما وأبدا إذا ما كان في دعم يا جماعة يعني ما فينا نستمر أو راح يكون في حالة من اليأس شكرا لجميع يا جماعة ونلقاكم بالفيديو الثاني سلام